موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن معلومات تتعلق بتحريض أطراف أمنية على ما يمكن تسميتهم بالكلوشارات والبلتجية في الجزائر لاختراق مظاهرات الجمعة التابعة للحراك الشعبية يبدو أن الأنظمة عندما تريد أن تمارس الاستبداد دائماً تحلب من مرمية واحدة هذه حكاية تحريض البلتجية والكلوشارات والشبيحة وكذا وكذا يخترقوا المظاهرات الشعبية ويحاولوا يمارسوا ممارسات تتنافى مع السلم لدأبت عليه هذه المظاهرات ومحاول زعزعة أمنها معروفة داروها في عدة دول دارها للأسد داروها في تونس داروها في مصر داروها في كثير من الدول الظاهر أن الجزائر تتجه إلى هذا الأمر اللي أصلاً الجزائر داراته من قبل الجزائر لو نرجع من قبل نلقاها دارت مثل هذا الأمور في عهد بوتفليقة في عدة احتجاجات خرجت ودخل في وسطها الناس خارجي السجون وراحوا كسروا حتموا دمروا كل ذلك من أجل أن يخوفوا الناس ما يخرجوش أمر آخر أيضاً يعطوا فرصة للأجهزة الأمنية كي تضيق على الخنق المعلومات التي توفرت لدينا أن بعض الأجهزة الأمنية في بعض الولايات الجزائرية من بينها العاصمة من بينها أيضاً قسنطينا معلومات أخرى أيضاً وصلتنا من ولاية تبسة أيضاً في وهرن في عنابة من بعدة ولايات أن الأجهزة الأمنية شهدت أن بعض المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين أنهم يتلتقوا مع خارجي السجون ما يسمى بالكلوشارات أو ما يسمى بالبلطجية كما يسمونهم في مصر من أجل تحضيرهم مقابل مبالغ مالية كي يخترقوا المظاهرات ويحاولوا زعزعة أمنها ودفعها إلى العنف والتكسير وما إلى ذلك من هذه الأمور أعتقد بأن هذه مغامرة خطيرة تريدها السلطة والهدف الذي تريد السلطة من أجل الإقدام على هذا الشيء حسب المعطيات التي وصلتنا أولاً تخويف الناس حتى يتراجعوا لأنه كما شهدت أنه الجمعات والمظاهرات تتصاعد كل جمعة يزيدوا أيضاً شهدت المشكلة ليست في أنه الناس اللي أصلاً هما ضد النظام يعني الجزء اللي بقى من الحراك الشعبي قبل رافض إلى خيارات النظام ويطالب بهم يرحلوا قاع كما يقولوا وسقوط النظام ما عادوا هذا من المشكلة يشكلوا النظام هم يشوفوا فيهم عبارة عن رجعية كما سماتها وزارة الاتصال في بيانها اللي يتحدث حول قضية فرنس فنكات الرجعية وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور والأخرى اللي عندها خلفيات كيسموا فيها إرهابية وما إلى ذلك مشكلة مشهنة المشكلة أنه أيضاً الشارع اللي يكفيه نسبة كبيرة من الجزائريين اللي كانوا وثقوا في وعود السلطة رجعوا إلى الشارع ينطفضوا من جديد وهذا شكل هاجس للسلطة حقيقي لأن السلطة منهار لجد ومنهار تحديداً منهار جتبون وارواح لم يقدم أي شيء لا لشعبيت النظام ولا لأي شيء بل أنه النظام شعبيته تتهاوى وظهر ذلك في انتخابات أو في استفتاء تعديل الدستور كيف تم التحطيم المكسب على أقل إلى درجة سابقة كيف انهار وسقط في الحظير وبعد ذلك جات أزمة كورونا وما يحدث في الشارع الجزائري وتدخلات اللي واضحة من طرف المؤسسة العسكرية زاد قضاوا عليها لما أطلقوا صراح توفيق وعادوا خالد نزار على متر طائرة رئاسية بذلك دمروا ما تبقى وخلاص لذلك السلطة الآن رهي خايفة من الناس لي هذو موثقوا في الوعود ولي يطلقوا عليهم صاروا يطلقوا عليهم بعض الأطراف بوسبع لازرق وما إلى ذلك الإشكالية هنا صاروا يشكلون هاش السلطة باش حتى هي تريد سلطة يبقوا غير أذوك باش يقول لك هذن راه مجماعة البرباريست وراه ملاقبايل وراه مجماعة الفيس والسلاميست والمتطرفين باش تبقى دائما هذه السبغة لكن أن تخرج جماهير أخرى غير مؤدلجة ولا أي شيء مطلبها هو التغيير بل أنها تحمل شعارات أنها انكسرت في حلمها وفي تطلعها بسبب ردة المؤسسة العسكرية و بسبب انقلاب المؤسسة العسكرية على مسار كان قائم هذا ما عادوا يشكلوا كابوس لدى السلطة كابوس كبير لذلك هم حبين هؤلاء يزيدوا ما قدروش يغروهم بالوعود حتى يرجعوهم للبيوت لأن السلطة تدرك الآن أي وعود تطلقها ما عادش يصدقها حتى واحد أولا الشعب الجزائري اكتوى من معود نظام بوتفليقة أكثر من عشرين عام مقابلها نظام بوتفليقة أيضا اكتووا من الوعود جاء المرحلة هذه كنت ع 2019 أطلق القيد صالح المؤسسة العسكرية وعود بعد ذلك بلعوها تلك الوعود راحت يعني أنه الآن الشعب ممكن أن يثق في الوعود أبدا إذن الترغيب اللي تطلقوا السلطة عارفين بأنه الشعب ما يصدقهاش ذرك رايحين يروحوا لمرحلة الترهيب الترهيب كيفاش أهم داروا اعتقالات وحملة بوليسية والناس والتضييق واختطف الناس وتعذيبهم كلها داروه ما قدروش وهذه فتحت عليهم أبواب الجحيم مع الأمم المتحدة ومنظمات الدولية في وقص حقوق الإنسان والنظام يخاف من هذه الأشياء لأنه يخاف من المنظمة لماذا؟ غدوا يسافروا المسؤولين هم يترددوا على الخارج بزاف وعندهم ممتلكات في الخارج يخافوا من هذه المنظمات أنها طلع حقهم في الخارج ما يقدروش يتابعوا أو يخرجوا من الحدود الجزائرية إذن خايفين على رواحهم خايفين على ممتلكاتهم خايفين على أموالهم اللي موجودة في الخارج لذلك ما يحبوش يثيروا ملف حقوق الإنسان إذن كيفاش يديروا باش يكون عملهم مشروع داروا وباء كورونا ما كلاش الدول الكبرى ورجعت إلى الحياة الطبيعية بطرق مختلفة إذن ما يقدروا يضيقوا يقولك باش ما ينتشروا الوباء واش بقى لهم؟ بقى لهم أنه لازم يكون هناك عنف العنف هذا واش يبرر؟ يبرر تدخل مصالح الأمنية أولا تخوف الناس ما يعودوا شو أخر شيء يخاف على حياته يخاف على منتلكاته يخاف يضرب الناس اللي ظهروا في بعضهم أمر الثاني أيضا يشرعا تدخل أجهزة الأمنية بطريق يقبضوا على الناس باستهمة العنف ويقبضوا على الأخرين ما دالوا لا عنف لا والو يطبعوهم في وسطهم باش يتخلصوا منهم يحطوهم في الحباس ويلقوا شرعية قضية الاتهامات أمر آخر يتوجهوا إلى إعلان حالة الطوارة النظام الجزائري يريد أن يتجي إلى حالة الطوارة هو ما يريد الآن الآن راهي تجري عملية تحضير إلى الانتخابات التشريعية ويحاولوا يزهوهم ديرين أهم ديرين زرد في بعض الولايات والناس يلعبوا على العرشية ويلعبوا على البنعميس ويلعبوا على الحويج هذه فقط المهم الناس تروح دفوتي والناس يديروا برلمان رغم أنه هذه راهي زادت عقدة الوضع الجزائري وهذا تحدثنا عليه في مداخلة سابقة هذه الإشكالية القائمة إذن يحبون يديروا حالة الطوارة حالة الطوارة تمنع الخروج تمنع التظاهر تمنع أي شيء أخرى بسبب العنف أمر آخر قد تظهر عمليات إرهابية وزيارة الرئيس المالي وفي مثل هذه الظروف يوحي إلى أن هناك طبخة ما طبخة استخباراتية ما رب يصطر الجزائر وهم كل مرة يخرجوا لنا واحد يصوروا لك هذا إرهاب يحكمه داخل من الحدود عملية استرجاع أسلحة وكذا ومتفجرة وغير وغير من هذه الأمور راهي كل يوم ديرينها هذه أيضا لم تؤثر في الشرع الجزائر لأن لعبة استعمال الإرهاب راح زمنها حتى لو يكون الآن يجي إرهاب حقيقي يهدد الجزائر بسبب ملف الليبي والساحل والصحراء والأشياء الجزائريين ما يصدقوهاش والله يجيب لهم إرهابيين يجيب لهم أشهرهم أشهر شخص مطلوب يجيب ويقول لك لا أو كان قبل المتابعة للمخابرات وما عادش يصدقوه لأنه الشعب الجزائري يفقد الثقة في مؤسسات الدولة يعني ثقة تام مفقدها في هذا لذلك وش لازم بقاتلهم هذه المغامرة هي حقيقة هذه المغامرة هم شهم حابين يحركوها الآن يحركوها بالتدرج هم الآن يريدون خايفين تصاعد المظاهرات وإفشال الانتخابات طاعة 12 جوان إذا فشلت انتخابات 12 جوان الرظام راح يكون فيه كارثة يقعد بلا برلمان وانتخابات تؤجل أو شيء من هذا القبيل أو عدم المشاركة هو الآن يهمهم يفوتوا الانتخابات حتى لو تكون المشاركة قليلة راح ينفخوها شوي وفرات هم ماضيين مع سبق الإصرار والترصد إلى الهدف اللي يحبينه ما يهمهمش الشعب ما تهمهمش مصدقيتهم لدى الشعب ما يهمهمش التفاف الشعب من حولهم يهمهم يحققوا الأجندة غدوة يشوفوها غرقة يغرقوا معهم الشعب هذه هي العقلية البلطجية اللي للأسف الشديد صارت تسيطر وتهيمن على النظام منذ هذه الفطرة خاصة منذ عاد توفيق وخالد نزار هم كأنه رجعهم وهزوا المخنتهم ركبوا في رس شينغريحة وركبوا في رستابون وركبوا في جميع الأخرين ويتعاملوا بهذا الطريق إذن حذاري حذاري من هذه المغامرة بعض الأجهزة الأمنية راه يتحرض في البلطجية باش تقوم بأدوار لضرب هذه المظاهرات من داخلها هذه المظاهرات سلمية مطالبها من حقها ترفع هذه المطالب الدستور كفا لهم هذا الشعب إذا عاد للشوارع من حقه لأن السلطة كذب تعليه خدعاته هذه هي الحقيقة لأن السلطة لم تحدث أي تغيير هذه الإشكالية القائمة حذاري من هذه المغامرة إذا كان هذا الأمر اللي تقوم به بعض الأجهزة الأمنية في الولايات هي من تخطيط المسؤولين المحليين على السلطات العليا أن تتدخل أما إذا كانت أجندة جاية من فوق وهذا الأرجح وهذا الأرجح أقول هذه ستكون كارثة على الأمن القومي الجزائري مواجهة هذه المظاهرات قلت كم من مرة يجب التحاور مع الشارع الجزائري ويجب أنها تكون هناك أرضية هذه الأرضية يقودها ناس معروفين بنزهتهم معروفين لديهم ثقلهم في الشارع أما أنه تروح تدير حوار شكلي تجيب لي البعجي وتجيب لي الغويني وتجيب لي فلان وفلتان وساحلي اللي ما عندهمش قيمة حتى ما أذهب بعيدا ما عندهمش قيمة أصلا في الشارع الجزائري والمخير فيهم ما يقدرش يحبط نهار الجماعة حتى هذا المجيب تحاورهم باسم الحوار وتريد من خلالهم تهدئة الجبهة الشعبية لا حذاري ثم حذاري هذا المشروع كارثي وهذا المخطط سيكون ضربة مسيئة للدولة الجزائرية ومن هذا المنبر إذا حدث هذا الأمر نحن فضحناه ونتمنى بسبب أنه فضحناه ألا يحدث وهذا الكلام رأي قلت قبل مدخلات منذ مدة وقلت بأنه هذا الأمر يجري التحذير ليه إذا تم فهي كارث وإذا تراجعوا عليه قلوا لهم شكرا وهذا التفكير الإجرامي يجب أن يتوقف لأن الجزائر الآن تحتاج إلى عقول تهدئ وإلى شخصيات لديها ثقة لها في الشارع أما غير ذلك فهي مسخرة في مسخرة وفي الأخير راح تتورط الأجهزة الأمنية وتتورط المؤسسة العسكرية وتفتح عليها ملفات التسعينات مرة أخرى بسبب ممارسة في هذا القرن الجديد حذاري حذاري ثم حذاري من هذا المسار حذاري ثم حذاري من هذه الخطة التي يجري الإعداد إليها من طرف بعض المسؤولين الذين لا تهمهم بلاد ولا يهمهم لعباد كل ما يهمهم أنهم يحافظوا على الريع ويحافظوا على نفوذهم ويحافظوا على وجودهم الحديث موجع ومؤلم ولكن يجب أن يقال ويجب أن نكشف الحقيقة للجزائريين نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة